خوتي مغربة السلام عليكم جمعة مباركة الله يرحم جميع الأموات دينا ويشافي المرضى إن شاء الله اليوم 5 جنفير 2024 واش كتعرفو 2024 دخلات وحنا وليداتنا ما زال ما كيقراوش واش عرفتو بأن نارها مصيبة والحكومة بلصب ما تلقى الحل مع الأساتيدة ناضط جندات الدباب الإلكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم على الأساتيدة عرفتو ش حل ديال لكومنتير كتلقاهم دباب الإلكتروني حسابات وهمية هادو شركات مختصة في هادو العمليات ديال التضليل لخدامي الكيسبو في الأساتيدة ولا كيقولوا الأساتيدة راهو ما كيستغلوا التلاميذ لأغراض شخصية ديالهم كيسميوا رأسهم أنهم أبا وأولياء التلاميذ التلاميذ بأنهم ضحية ديال الأساتيدة وهاتش كله واش حنا عندنا حكومة اللي كتخمم فات الشعب هذا هذي راه مصيبة أنه 2024 وما زال القرية ما بدأتش وحتى الآمال والأفق بأننا راه غداولة بعد غداولة وما زال ما كينتحاجة والحكومة كتفرج ما كنفهمش أنا كيفاش الأساتيدة كيطلبو بإسقاط النظام الأساسي والحكومة ما زال متبتع به يا سيدي نسقطو ودراري يدخلو للقرية وديك الساعة ونشوفو شنا هما هم ليريقلاج اللي غنديروا اتفاقيات معهم وزيادة اللي غدينزيدوهم وإصلاح المدارس التعليمية ديالنا التعليم العمومي الاكتداد في الأقسام ما يكونش نجهزو المدارس ديولنا لا شاديل معهم الزكير وخدموا هاد الأيام الحسابات الوهمية شركات هادو مختصة عنا في المغرب وفي الخارج مختصين في هادشي والفضيحة الكبيرة هي الوثيقة اللي انشرت البارح في مواقع التواصل الاجتماعي ديال المغادرة الطوعية يعني أي واحد بغي يمشي في حالته ولا اللي تغيب رغي نجريه عليه شوف في نصال في نصال الواقع حدي لهذه الحكومة هذه الضحية فاتش كله هم ولداتنا هم ولدات الغد هاد الأستيدة إلا ما قرروا شو ولداتنا في هاد العام وإلا قررهم في ظروف مزرية العام الجاي الضحية هم احنا وهاد الأستيدة يناضلون من أجلنا وهدك التلاميذ إلا قرأوا كان عندنا تعليم عمومي في المستوى هما القضاء هما البوليس هما الوزراء هما ما عفتشكون ديال الغداء للأسف في بلادنا اللي عنده الفلوس كيقرأ اللي عنده الفلوس يعيش ما كانت تكلمش عن العيش الكريم كيعيش كيتنفس كياكل و كيشرب هاد شيء كنديرو في البلاد واللي ما عندوش مسكين راه راه عفتوش نوكين راه 8-9 مليون ديالوليداتنا راه هما في الزناق يقلسين المهم الله يدير شيء تاوي الخير و غادي نمشي الواحد الموضوع اللي يجب دول الأخ والصديق حميد المهداوي تكلم عن الفوضى اللي كينا في مواقع التواصل الاجتماعي صراحة مصيبة كيفش كيضربوه في الأعراض ديالنس كيفش تفاه كيفش الدولة ساكتة على هاد شغي نقول لكم على هاد السويقة اللي عندنا في مواقع التواصل الاجتماعي الدولة يمكن ساكتة لأن النسم اللي هي الناس كيشوفوا ممي فلانية جدتي فلانية هذا كيتعرى إما واحد الميطلي دير خبلة في مواقع التواصل الاجتماعي هاد الأيام واتفعها الدولة تيسارحة الشاب والشعب بغايت شي خليه كتعرفو كالقرون رأسنا غير أنا احنا كمغرب شعب مغربي والشعب الفرنسي خديت الإحصائيات ديال الجرائد عندهم وعندنا احنا وكنشوف كيفاش الجرائد الوطنية ديالنا مختلف الجرائد للأسبوعيات ولا اللي بغينا كيفاش تراجع بواحد شكل كبير بحي الجرائد كبيرة تصوره ما كتفوتش ألف ديال المبيعات في النهار احنا واحد الشعب ما كيقراش ما كيتقفش ما كيديرتها حاجة وكنمشي كنشوف الجرائد الفرنسية كيفاش المبيعات دياله نقصات شوية ولكن بقى غادة والاشتراكات في مواقع ديالهم طلعات والناس كتقرأوا الجرائد بقى صمدة وبقى كتطبع كمشي المجلات كتعرفون مثلا بقى كتدير لعين في الجرائد وبقى كونشي كالناقاش وبقى كتباع وبقى موجودة وحنا مقابلين التفاهات مقابلين مفلانيا الميتلي هذا هذا قال تخسر الهضراء وهذا حتى ليمتا سيبقى هادشي حتى ليمتا الدولة أنا غنسميها هاي اللي كترعاه هاد المصيبة هاي اللي احنا كنعيشوها لعما واحد نهار رخصا نفيقو ونقولو يو دير احنا كنخرجو على الشعب كنخرجو على الشعب ماشي كننبقو كنلهو الشعب ولكن كنخرجو عليه نرجعو القادية ديال البعيوي وديال الناصري ومن معهم وهو موضوع هذا الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي حكمت عليهم قبل ما يحكم عليهم القضاء الناس بقين في البحث وضربوا في الأعراض ديالهم ضربوا في الأعراض ديالعائلاتهم نساو بأن البعيوي وبأن الناصري وبأن اللطيفة الفنانة المقتدرة كنقولها عندهم عائلات عندهم واحد العرض ونسنو القضاء يقول الكلمات ديالهم ولكن لا مواقع التواصل الاجتماعي ما خلوا مجالوا فيهم أرضوهم بزناسة أرضوهم كيدروا كيسجلوا الفيديوهات في الليل ديال مسؤولين أرضو مهم دوا على كل شي هاتشي كامل ولكن واش معقول بأن مواقع التواصل الاجتماعي تسبق القضاء وغندخلها في الخانة ديال الالهاء سياسة الهاء الشعب المغربي أنا أدخل هذه الحملة التي كنا في مواقع التواصل الاجتماعي والتسريبات في سياسة الهاء الشعب المغربي كلهوهم أعطيهم فشي تلهو ولو غير 15 اليوم ومعض 15 اليوم نعود ونخرج وشي حاجة وحدة أخرى الناس بقين قدام قضية التحقيق اللطيفة رأفت في النانا كبيرة كتعرفوا عيط الواحد في النانا صديقة ديالها وفنانتا هي كبيرة عيط لها تصباح سلام عليكم لله بخير ودى وعندي علاقة بها كنتكلمة وقلت لها الله يخليك بكل أمانة الفنانة لطيفة رأفت كان عارفها غير في الأغاني ديالها وكان عشقد كل الأغاني ديالها عندها صوت جميل عندها تاريخ فني كدير كدبات هذا شي كامل كدباته مقرب من سعيد النصيري كيقول لك سعيد النصيري شنو قال كانت جلسة جلسة واحد الحفلة وهذا فيها البنات فيها ناشطين ولطيفة رأفت غنات في هذه الحفلة الناس أقولوها أردوها حشاكم فاسدة أردوها هي لك تجيب البنات أردوها ضربوا الكاريير ديالها كلها في الزيرو أولات واحد الإنسانة دون المساوى مقبول لا مقبول نمشي النصيري ونمشي والبعيوي ونلطخوا الصورة ديالهم ونضربوا عائلاتهم ونقلبوا البنات والعيالات والمخدرات والكوكاين وقاضي التحقيق ما زال ما أعطاش تقرير دياله قاضي التحقيق ما زال ما أعطاش تقرير دياله ما زال قضاء مقاش الكلمة دياله منين ستتسرب هاتش رح لا يمكن لا يمكن قدامك قاضي التحقيق كاين المتهم المحامي دياله اللي ما كايدويش غير كيلاحظ شكولي غادي سيصرب هاتش شكولي غادي غرق مواقع التواصل الاجتماعي بالأكاديم ونضربه في أعراض الناس إلا كن نحن كشعب مغربي بغينا نتكلمو على هاد الفساد الناصيري والبعيوي السؤال اللي غادي نطرح إلا هزينا هم بجو دوك العشرين اللي معاهم وندرو حتى خمسين اللي معاهم احنا قاعمالنا نجمعوا خمسين من رجال أعمال فاسدين دائرين وانشي كامل واش غادي كونوا قدم الفساد للأخ النوش ومن معاه أخ النوش بوحده غير المجلس المنافسة كان تكلم على 17 مليار دولار درهم سمحولي 17 مليار درهم من بعد الدابة وانت 45 مليار درهم مالك البلاد تكلم وتسائل في إحدى الخطابات ديولو كيتكلم وكيقول أين هي التروة وتكلم على الغناء الفاحش والغناء الفاحش ها هو عند أخ النوش يكفي كورونا بينما الشعب المغربي غرق وشركة فلسو الناس فقدو العمل ديالهم الناس تكرفصوا التجارة تكرفص تكوش تكرفص كيخرج فوربس وكيلقوا السيد بأن تغنى 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 بالمازوت تغنى بالأكسجين اللي كان كيبيع بأموال طائلة للسبطارات ديال المغرب تغنى بالقاز تغنى بكل شي دياله شي واحد دوا شي واحد تار شي مواقع التواصل اجتماعي إلا تشي واحد ماله اليوم البرميل ديال البيترول طايح المازوت بقى عندنا بربعتاش تقريبا خمستاش لدرهم باش قيت باع شي واحد دوا شكل اكتر وشكل اكتر اهمية واش البعيوي والنصيري ومن معهم ولا الاخ النوش ومن معها اليوم أنا غير هادو التساؤلات حيروني عرفتوا علاش إلا كنا كنقلبو على الفاسدين وعلى الناس اللي شفروا البلاد خاصة تكون واحدة سياسة واضحة ونبدأو يلا من الفوق وحنا نازلين نبدأو بأخ النوش وحنا غادي مولي حفظ العالمي واش عقلتوا على واحدة خمسة وربعين مليار خصو يعطيها الصندوق الضريبة صناديق الدولة وما خلصاش واش عقلتوا عليها واش عرفتوا بأن كينوزير اللي كينتامي الحزب ديال أخ النوش في الحكومة السابقة خدأ أرض شاسعة شاسعة في النواحي ديال زاقورا شاسعة نتكلم على مئات الهكتارات واخد الدعم ديال المخطط الأخضر ودار تم تمر المجهول يعني السيد محطوه ومجيبه أعطوه الأرض المخطط الأخضر موليه كل شي ونضع هز هذيك الفيرما كاملة وباعها الإماراتيين بالملاير صحيحة تصوروا معي مجهول ومجيبه كل شي ديال الدولة الدولة اللي عطاته وهزه الفلوس وداره مجيبه هذا وزير لزاف ديال أمثلة كينين وحده مصحح اللي بغينا جرون هنا السؤال اللي غادي نطرح هنا اللي حمقني أولا كنتكلمو على البطان غادي وهبي دك نهار قلتها كيفش وهبي اللي عارف تقاشر ديال مندوب تقافة فتار ودانت وهذا عارف تقاشره اللون ديال تقاشره وكيخرج فيه عينه ومعرفش بأن اللي معه فاسدين كيفش وهبي وزير العدل اللي مكيدووش شي فرصة وميخرج شي دوي منهار ترى المشكل ديال بعيوي ودير نصيري مدواش قطع الضي سيكت صرت لسانه ولا بياني يقول خلينا نبيان ديال منصور إلا لا نخرج وندوي ونقول آش نوكين وهذا وعلاش وإحنا درنا ليهم وهذا إلا مدواش الوهبي عبداللطيف وهبي اللي كان هو المحامي ديالهم قبل ما يولي وزير عارف أسرارهم سؤال اللي غدي نطرح مرة أخرى هو على المسؤولين ديال البلادي على المسؤولين ديال البلادي اليوم دخلنا بعيوي للسجن رغم ما كيحقوا معاه ولكن واش طرحنا سؤال شكون كيحمي البعيوي كان محكوم سانة سيجن محكوم سانة سيجن كيفاش بالرغم من داك الحكم اللي عنده سانة سيجن ولا برلماني كيفاش ولا رئيس جهة الشرق كيفاش البعيوي سيد اللي في 2009 ما كان عنده التحاجة 2009 يعني واحد الخمستاش العام اللول نحن نقوله 14 العام ما كان عنده كان إنسان عادي بسيط كيفاش اليوم 2024 ونحن نقوله 23 كيوزن ما يفوق على 800 مليار 800 مليار قولوا لي أنا بغيت نعرف غير هاد لافير كيفاش غير ندير لها في الشركات ديولي كتعرفوا نخلص غير لاسين أساس ديال اللي خدمين معايا ونخلص المصاريف وهذا وكي نقول الحمد لله وما كيشيط الكوالوز عما كتشيط لكشي باراكا وكتقول الحمد لله وفرحان ومع مرة قدرت تزيل القدام مياه كينا الدولة كتشحط فيها ماشي مشكل ولكن مع مرة قدرت تزيل القدام مع مرة قدرت تهزر الرأس من الماء بحالي كييني العشرات الألف ديال المغاربة كي يطلب الشركة ديال ويا ربي نخلص الضريبة ونخلص الخدامة اللي معايا ونخلص الضرع إبلي عليا وهذا وانا بخير ولي فورني سوردي وانا بخير هنا ألفين وتسعود ما عنده ولو 800 مليار اللي بعيوي من أحد الصفقات الأخيرة اللي خدافها 95 مليار وشكتعرفو باش تاخد 95 مليار كصفقة خاصك تكون تكون نيت تقيل تكون نيت معك عندك جدتك في المعروف جدتك في المعروف مني كانت تكلم عن اللي بعيوي وكانت تكلم على البام وشكتعرفو رأي جهة بني من الليل تهو من البام وكتعرفو بأن تهو من الكاليبر ديال اللي بعيوي وتهوك يوزن ما يفوق على 800 مليار وتهو في 2008 و2007 ما كان عنده حتى حاجة حتى ولك يوزن المئات الملايار كيدرولي هاد الناس اللي سهل عليهم إلا كان دعنا كان طرح سؤال اللي سهل عليهم إلا كان بالحلال ولكن وخه بالحلال خدسك جدتك في المعروف اللي غا توقف معاك بشا تاخد الصفاقات اللي غا توقف معاك خصوصا في الأبناك لأن البانكة هي اللي غا تعطيك الفاصيلتات كس البانكة هي اللي غا تسبق لك الفلوس من كتتاخد البنكة التي تطوريز لك البنكة التي تطوريز لك البنكة التي تفينانسي لك الليزينج التي تشري الماتيريال والآليات ومن دولة تبغي تخنقك وكتكون مقاول تزغي التليفون وتعطي البنكة تقولي تزيار عليه ومن دولة تزيار عليك وحصلتي تبدأ تنزل والفوائد البنكية تطلع والفايات تبدأ تبين رائعة جاية حتى تردخ وراء بحال هذا الشيء الواقع يعني هاد الناس سؤال دي هو فيه كانوا هاد الناس البعيوي هاد رئيس جاة بن يملال هاد الناس اللي بش حال هادي وحادي بنيكم اليوم باش اعتقيلو يعني الدولة واش كتحارب الفساد وبغي تنقي الإدارات والناس ومشيوا في واحد الجوة دي الأعمال اللي ينقي ولا تتحين الفرصة باش تلح على ما اي حاجة اللي غادي تشغلنا الرأي العام اللي غا تشغلنا الرأي العام ومدون دويو اللي بعيوي راني طرحت اسئلة شحامل اختراف الفيديوهات ديولي كيفاش محكم بعام كيفاش إلا كن كي يدير موخديرات هاد الناس فضيحة وهنقولو لهم راكم ما كديروش خدمتكم واه فكتوش حالة دي والسيد البروجيكتورات شاعلين عليه السيد رئيس جيهة يعني غادي يكونوا الشادة والفادة كنعرفوها عليه السيد لما لا يروح صفقات العمومية كبيرة كيفاش مصقناش خبار شحالة دي حتى قلنا المالي راه فلان كين شي خالال؟ شي حاجة مهم شي حاجة فالتالية أنا بعدها شي حاجة مفاهمهاش المصيبة فين كينة؟ هو لما جرينا النصيري وقلنا النصيري بأن تاوكي وزن الماليير وبأن ناكي بز ناسو مخله ومخرجوا عليه لحد الآن أنا كنتحفظ على هات شي كامل سيد رئيس فريق عتيد دي الكرة سيد عنده وليداته سيد عنده لزافر دياله ما حد المحكامة ما قالش أن هاد السيد تاجر مخديرات ولا هاد السيد شفار ولا هاد السيد قتال ولا شي حاجة ما شغوليش لحد الآن غا نحتارم الناصيري وكان نحتارم البعيوي وكان نحتارم هادوك العشرين اللي مشدودين كاملين حتى تثبت مع العلم أنني كنقول أن لابين بي جي كديرو خدمة نقية أن لابين بي جي كديرو خدمة نقية ولكن غنتحفظ ما غنته ممتاح حاجة وماشي شغلي في حياتهم الشخصية لو ما يهمني كمواطن مغربي وبغيت الخير لهذا البلاد ما يهمني هو واش فروق المال العام واش غرقوا المغرب بالقرقوبة والحشيش والكوكايين ولا شنو واش هاد الناس داروا شي حاجة اللي مخالفة القانون غنتسلنا القضاء يقول لنا شنو كايين غدي يقول لكم بأنني غنعطي أسرار وشي حويج على قبل المالي أنا اتصل بي واحد سيد من الأصدقاء ديالو وقاوني ورحنا مازال لم يعد كنتسلنا باش نقدوه بأنني غد يعطيني أسرار غاليا خطيرة خاص غير تكون تراجل باش تقدر تدوز ذاك شيء ما عنديش مشكلة ما عنديش أدنى مشكلة غير كل حاجة بالحجة ديالها ما غديش جي تقول يا راع كان وصافي وغن تيقك لا كل حاجة لكن الحجة وكيفاش وعلاش أنا موجود ولكن اليوم أنا اللي كانت تكلم عليه هو كيفاش تاليوم فقنا وعاد ندنا كان قولوه اللي بحيوي الناصيري واحد العشرين واحد وهذه الجهة كلها والأخطر من هات شي وراني كنت قلتها في واحد الفيديو والأخطر من هات شي هو بدو فيديوهات كتنتاشر كيش بدو القجع وبأن القجع هو الوبرانت الناصيري وبأن القجع غارق في الفساد وبأن القجع وهذا احنا على أبواب تنظيم كأس إفريقيا احنا على أبواب تنظيم كأس العالم المالك البلاد وراء هات التنظيم ديال هات التظاهرات الدولية اللي الهدف منها هو البنية التحتية ديال المغرب تزاد هو المغريبي تعرف هو المغريب العالم كله يقول هات الدولة هاتي رعا غادة في طريق صحيح وحنا عارفين شفنا المغريب الفريق الوطني ديالنا شنو دار في قطر يعني ميمكنش لنا جي واحد اللحظة ونريبو هات شي كله يلر يبنى هات شي كله غادي نقول لنا شخصيا نلسي الحموشي وغا نقول الياسي المنصوري وغا نقول تان ناس ديال قوات المسلحة الملكية ديال الداي ديال العمالة ديال الوزارة الداخلية وغا نجمع كل شي هاد الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وغا نقول لهم أجيوا غا نبدليكم الحرفة واجيوا ديسير وديروا بيعوا التوب بيعوا ديسير بيعوا شي حاجة أخرى راكم ما ديريش خدمتكم عرفتوا علاش لأنه فين كنتوش حال هاتي كاملين من هاتي الناس ولا واحتل يوم عاد كان نقوله تاجي المخدرات شوف مواطن باسيط عادي مخشي شي ترافيكا وهذا وعاد حصل وخدم هاتي عشرين عام مالقاوش ويلا يلا ما عاشيش مشكل لكن شخصية كبيرة بحل بعيوي معروفة وهذا واحتل يوم عاد كان نقوله راها كيدر مخدرات لأن واحد جروا كان ترحوا أسئلة والأخطر هو أن مالك البلاد المالك محمد السادس هو اللي وراء تنظيم هاد التظاهرات العالمية الرياضية البلاد كلها مجندة للتعريف بالمغرب باش نبينو العالم أن بلادنا غادة في طريق صحيح ومخسنش ننساو أنه كان إنجاز عالمي كبير تاريخي ذاك شي اللي دارو الفريق الوطني دينا في خطر خلا واحد سمعة واحد صورة دينا المغرب كبيرة بزاف ومشي غي الفريق الوطني تلجم هور اللي يمشى أبهر العالم تصوروا بأن الناس لم يكنوا لقاء الطيارة لم يكنوا كل شيء يكون فيها قطر جبناها معنا هذه البلاد ومشيناتها تلتون الناس كلهم يمشوا ومشيوا صورة زوينة في تماما لا في الطيارة ولا خارج الملاعب نجيو إحنا اليوم وعاد نقولوا بأن النصيري راه مرات القجع راه مرات وهذا دير وهذا دير هذا شيء لا يقبول الأجهزة الأمنية تدير خدمتها وكانت يقف فيها يعني هذه الناس لا يمكن أن يكون فيهم شي شيء قرام ديل ديفو الأخطر من هذه أنا أعرف أن هناك أعداء البلاد لحاضين أي صغيرة وأي كبيرة تعرفوا أعداء البلاد كانوا نادوا لحموا شيء نادوا وكريبوا فيه ما خلوا فيه غال ينسوا بقى صمد وغادي في طريقه وخدام الأمن في البلاد الأجهزة الأمنية اللي كيت رأسها تخدم عليها تهي وعلى العناصر البشرية واحتى اللوجيستيكية وهذا وغادي في طريقه عيوم يضربوا فيه ما صوروا منه تحاجة ما لقاوش كيفاش يدوزوا الحموشي لأن السيد كان شاد بزمام الأمور أمنيا والأمن الداخلي دي لهاد البلاد كان مهني النظام النوق الملكية في الأمن الداخلي وكان مهني نحن كشعب شوف منيك نشوفه ونشوفه ونشوفه ورامش المشكلة دي لبوليس لأن ممكنش يكونوا عنا 40 مليون مواطن ونحطوا مليون بوليسي راح طبق يلاقي عنا الإجرام عنا بعض المشاكل وهذا اللي كتوقع والمخديرات وهذا لأن الطبقة السياسية فاسدة لأن الطبقة السياسية ما قدراتش توفر فرص العمل ما قدراتش تعاون لمستثمرين ما قدراتش جيب استثمارات أجنبية ما قدراتش على بزرد الحويش ولا كيش كلك يقول دق هو المواطن والأمن والدرك الملكي القوات المساعدة لأنهم اللي كيبقوا فاسا فاسا ما نخلطوش العرارة لأنك يقول لك والأمن ما كيش اللاسي الأمن كين ومنك توقف عليه كين غير منك تشيل الكوميسارية وكتلقى قدكة ديال الدواصة وكين الكوميسار وجوج معاه وخصومي تريته دوك الدواصة كاملين وعنده منهار ولا يومين رغين تفوش عرهم إحنا كمواطنين ما نتفهموش شؤون داخلية وغينقولوا مشيتل عندو ما أعطانيش وقت ودار ليه ما نحقنا نحتجوه لأنه خصي نمشي الكوميسارية ولا لعند دارك الملكي ولا المقاطعة ولقى خدمة كيخدمونا بطريقة صحيحة وجميلة وساليسة ومسربي وما نضيعش وقت يتم للأسف ماشي هو دا لأن الطبقة السياسية فاسدة حقق المغرب ما حققه لكن الأعداء كينين عنا الناس كيحفروا لنا الناس كيدلوا العصاف الرويضة للمغرب ولملكية ولكن غينبعدو على المؤامرات ومع فشنو المشكيل عنا داخلي وبدينا هالناصيري وهالفلوس المخدرات وذلك شي وكينا في الويداد وكينا في الكورة المغربية وحتى الأعدار الجزائر داروها وبدو كيكتبوها هالفلوس المخدرات وهو ما بدو كيحصلوها وبعد مشينا اللقجع علش هندربوه القجع ما كندفعش عليه ومعنديش علاقة بها ولكن السيد نجح في المهمة ديالو في تراقص الجامعة الملكية المغربية لكورة القدم دار خدمة نقية ودار خدمة زوينة في عدد من الفروق وحتى في البطولة الوطانية ديالنا وهذا المهم الأمور غادم زيان ليش غنضربوه؟ لأنه غداعنا كأس إفريقيا غداعنا كأس العالم غداعنا كأس العالم غداعنا كأس العالم الأندية ولا مبارايات ولا شي حاجة كبيرة خاسنا نهرسوه خاسنا نطيحوه باش تبان الجامعة ما وقفش على الصح سالينا من القجع ولان رمزان ما سالوش منه لان ما زكعته العصاء غادي دوزو المستشار الملكي فؤاد علي الهمة وغادي يقول لك هو اللي كان هو اللي أنا ممكن يقول لكم واحد القادية بحكم التجربة ديالي بحكم علاقاتي سيد بعيد كل البعد على أي شبهات وما كيستقبلش حتى الناس سيد عنده كلمته في الدولة كيف قاع المستشارين الناس اللي كيقول لك رفؤاد علي الهمة هو اللي كيسير البلاد هادو اللي كيقولوا هاد الهضرهادي والله ما كيعرفوه المغرب ما كيعرفوهش مزيان ويمكن غاك يسمعوه رفؤاد علي الهمة لا المجيدي ولا ما كيسير البلاد كل واحد عنده كلمته في الميدان دياله واحد النسبة مئاوي اللي بغنا نقولوه وكيني الناس اللي كيسيروا لدولة المؤسسات دولة المؤسسات عدد من المواطنين كيكتبوه واه المغرب دولة زريبا السيبا والله هلا دولة المؤسسات ما كيعرفوه هاش الاجهيزة الامنية دير خدمتها الاجهيزة الاستخباراتية دير خدمتها ولو اخفاق ديالله جيتو افضايحة عاطين الريحة من كريس كولمان الى هاتش الاخر وانا كان نقولها وكانت حمل مسؤوليتي ياسي المصوري قصو يمشي في حالاته انسان غير كفع انسان اللي خرج على هدك الجهاز ولو فيه طاقات اللي هي من الاحترافية من دكش كاينين هما الاغلبي احترافين خاس تقطير خاس كيفاش المهم فؤاد علي الهمة ما كيسيرش ما كيسيرش البلاد فؤاد علي الهمة ما كيستقبش تالمواطنين منيك نقول ما كيستقبش كمستشار ملكي شاتقارو ملفاتو المكتب ديالو هادا حسب الناس اللي كان عرفوا العلاقات وهذا يعني بعيد كل الشبهات باش يكون مغمس في شي حاجة ماشي هي هادك ولكن علش احنا غنضربو في المخطط اللي كاين فؤاد علي الهمة علش غيمشي وليه ديرك لانا عارفينو سيد من الكفاءات ديال البلاد اش غنديرو غنضربو فؤاد عمدينا بالحموشي وغندوزو اللقجع نشوفو اش غنقدروا نزعزعو نصوروشي حاج عالاق نريبو ديك الصورة ديال المغرب ومن بعد غادي نمشيو الفؤاد علي الهمتا هو لانا ضانين اولي هاز المغرب على كتافو ارا نعطيوه تا وضاق هلو كيو يرمى هازوالو اي مستشار ملاكي المالك يسيرو البلاد بشكل يوميك يعطيوه للتقارير تليفونات كيفاش علاش هذا وخدام دولة المؤسسات وانا كنتيق فيها باش نختم هاد الفيديو غاني نقول لكم واحد القادية لو ما كانش عندي اتقاف بلادي لو ما كانش عندي اتقاف بلادي واشانا غا نقلس فيها واشانا غادي نقلس النهار كله نضرب مع الداخلية وللسلطة المحلية اللي حاطين عليك وغيرت تدير هكا واعطيوك تمكن تشوفها غا في البراجات الجدرمية البوريس هذه اقل ما يمكن ادعها كتفوتها بها طب ممكن ينزل عليك كي عجبني الحال مش بكي عجبنيش حالك كي عجبني الحال لانك نشوف القانون يطبق على الجميع ولكن نراكي نسخلين اللي ممكن يطبقوش على هم ذاك القانون ولكن يحط ريضة نزل عليه ريضة غا يدير شافير خسين نريبها ليه هتا وليت تصوروا انتوما في بلادي مني كان بغي نستطمر كان نستطمر باسماء ديالنس خرين مش منباج شاناية لان عارف غا يدوزوليها لو ما كنتش كان تيق في بلادي قولوا ليها واش غنبغيها هاد العدب كل خطرة معيط عليك الكوميسارية معيط عليك الجدرمية هانت قدام القضاء هانت الغرامات الملين اللي كنحط في الغرامات الملين اللي كنحط كل خطرة في المحكامة كما يقول لك اجير هذا زيد خلص دير وهذا وباقي في بلادي اسهل لي ورحمة بعائلتي نمشي بلادي بخير نمشي للسويد ولا نمشي لفرنسا ولا نمشي لكندا ونعيش بخير وعلى خير مالعلى هاز الهم ومقاتل معاهم واش عندي عصاص سحرية غاندير وغانبدلوا لا قلت بلادي مقاتل معاهم كان نصبر حتى الاخر لحظة ولكن النهار اللي لم تكونش عندي تيقى في مؤسسة بلادي وفي بلادي وبإنما كنشوفش الخير للقدام رحمة الطابعية بحالي بحال الناس هنزقلوا عيوم نزيد ونمشي نعيش ما تبقى لي في حياتي بخير وعلى خير وثانا ديك الساعة غادي نعيش أنا ومرتي وولادي العيش الكريم ماشي ناكلوا نشربوا الناس بحال راكم عارفين ندي ما كنقولها لا غادي نمشي للمصراح غادي نمشي في المعجبني غلق الحضائق غلق صبطارات العمومية مقادة غلق التعليم العمومية غادي نلقى بزاب دي الحويج التي نفتقرها في بلادنا المهم باش نختم هاد الفيديو اولا نحن دولة المؤسسات تانيا للدولة باركة وعفاكم من سياسة الالهاء للدولة راح هادشي اللي كي يترى كل الخطراء في مواقع التواصل الاجتماعي راح كي يخرج على المجتمع المغربي وعلى العائلة المغربية إلا ما خممتوش في شي حلول راحنا غادي لنا الفضيحة باركة علينا من سياسة الالهاء هالنصيري هالبعيوي ها ما عرفتشنو هاللطيفة رأفت هوا ما باعوا هوا ما جابوا هوا ما قالوا وها ما عرفتش حد الحشيش راح الحشيشي اللي بغن نحبسوها مشوها الكتامة وغن نسدو الروبيني وما بقيتش حساس بها اسمية الحشيش غير الكتامة والو الدرون وحنا عساسين شنو عارفين شنو غيدير وهذا شك يدير هذا بغينا مغربين أفضل بغينا لمغاربة يعيشوا العيش الكريم بغينا واحد البلاد اللي كتوفر العدلات الاجتماعية مبقيناش بغينا سياسة الإلهاء مبقيناش بغينا نضربه بغينا نضربه في أعراض المواطنين وعائلاتهم مبغيناش المستوى لمنحط دي المواقع التواصل الاجتماعي بغينا نطلع المستوى بارك علينا من هاد الفوضى و هاد تخربايق اللي احنا كنا عيشوا فيه و حاجة أخرى القادية دي البعيوي و دي الناصري و دي هاد العشرين اللي كينين و حتى دي الإسكوبار اللي كيتكلموا عليها إسكوبار اللي اسموه بإسكوبار هاد شي كله راح كيمس بالسمعة دي الأجهيزة الأمنية والاستخباراتية دي البلادنا اللي يدير شي يتاوي الخير والله يحفظنا و يحفظكم والله يسر أموركم ان شاء الله يقل مشاكل كل شي intermedi شوفوا Spotify و الله العظيم الاور门 2024 الآن في الان وان شاء الله بغينا اقلاع ساروخي بغينا شعب زوين عنا كل شي الامكانيات عنا المؤهلات والله يدير شي يتاوي الخير والله يحفظنا ويحفظكم ويسر أمركم إن شاء الله